للمرة الحادية والعشرين يدفع العراق مليارات الدولارات ثمن التهديئة بين أمريكا وإيران ولكن تحت بند تزديد ديون شرائه للكهرباء والغاز الإيراني موقع واشنطن فري بريكون الأمريكي قال إن إدارة بايد مكنت طهران من الحصول على أكثر من عشرة مليارات دولار من أموال قيل إنها مجمدة عقب سماحها بإعفاءات جديدة للعراق لدفع مبالغ شراء الغاز من إيران الإعفاء جاء بعد يوم من كشف وكالة رويترز عن اجتماعات ضمت قائد فيلق القدس الإيراني إسماعي القآني وزعماء ميليشيات من العراق وسوريا واليمن تعهدوا فيه بضمان عدم جر إيران لمواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل صحيفة نيويورك تايمز بدورها كشفت عن عقد إيران وأمريكا محادثات سرية بشأن الهجمات بالوكالة ووقف إطلاق النار محادثات قال مراقبون إنها ليست مجانية وإن ثمنها هو دفعات مليارية عادة ما يدفعه العراق الخاضع لإمدادات الطاقة الإيرانية من كهرباء وغاز لتشغيل محطات التوليد لديه رغم اعتراف لجنة النفط والطاقة النيابية أن العراق يشتري الغاز الإيراني بنحو أربعة أضعاف سعره في البورصة العالمية والبالغ دولارين وهي قيمة المليون وحدة حرارية وسط تناقض تصريحات المسؤولين في العراق بشأن حقيقة وجود ديون لصالح إيران من جانبها قالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية إن الولايات المتحدة أفرجت عن مليارات الدولارات لتخفيف العقوبات على إيران بينما ينشر وكلاء نظام طهران الفوضى في دول المنطقة في حين انتقدت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات سياسة إدارة بايدن وقالت إن الاستمرار في منح إيران حق الوصول إلى المليارات لن يؤدي إلا إلى زيادة الإرهاب وانتشار الصواريخ والتصعيد النووي وعلى الرغم من تأكيدات الإدارة الأمريكية بأن الإعفاء من العقوبات لم يمكن طهران من الوصول إلى الأموال مباشرة واستخدامها لدعم مليشياتها إلا أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال إن الأموال ستستخدم حيث ما نحتاج إليها في إشارة بحسب مراقبين إلى استخدامها لتمويل أذرع طهران وتوسيع نفوذها المزعزع لاستقرار المنطقة